يعني عودة الاحتجاجات تشرين أو السنوية الرابعة لاحتجاجات تشرين باعتقادي سببها خيبة الأمل التي حصلت عند أغلب أبناء الشعب العراقي من حكومة رئيس الوزراء الحالي السيد السوداني وكذلك الحكومات السابقة التي سبقتها لذلك حكومة السيد السوداني باعتقادي لم تكن أفضل من غيرها من الحكومات السابقة بسبب سوء الخدمات والمشاكل التي رافقت قيام هذه الحكومة التي انبثقت بعد مخاضن عسير باعتقادي فجماهير تشرين كانت تنتظر أن يكون هناك تغيير على أرض الواقع لكنها بعد مرور هذا الوقت فهي تشعر بخيبة أمل وكذلك لا يقتنف عليه إثنان بأنه بعض التشرينيين كانوا يعولون على دخول التيار الصدري معهم خلال التظاهرات في المرحلة القادمة لزيادة الزخم وإعطائهم دفعة أو قوة للوقوف بوجه بعض ما بين قوسيا الميليشيات التي ستحاول الوقوف بوجه المظاهرات لذلك أنا باعتقادي ثورة تشرين كانت ولازالت وستبقى آيقونة التي غيرت المعادلة السياسية في العراق وكانت لها نجاحات عديدة يعني هي التي غيرت بعض القوانين حول الانتخابات هي التي أسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي وتمكنت بمجيء حكومة جديدة فهي كانت السبب لذلك شاهدنا بأنه أول شغلة نريد أن نعرفها نعرفها بأن هل التشرينيين هل بالفعل قوات مرتبطة أو من الشعب العراقي مرتبطة بالخارج بالطبع لا هذا يعني أمر مستحيل لكنها تغلغلوا بها عدة جهات أولا أزلام الحكومات السابق أزلام الأحزاب ثانيا بعض السفارات ثالثا بعض الدواعش وبعض البعثيين وما شابه ذلك لكن هي ثورة حقيقية محقة حق تطالب بتعديل وإجراءة وتغيير حقيقي لكنها مع كل الأسف الحكومات التي جاءت بعدها وبعدما راح ضحيتها أكثر من 800 شهيد الآن بعد تغيير الحكومات شاهدنا الآن بعض القوى السياسية تريد الإرجاع على ما كان قبل ثورة تشرين وبالتعديد قانون سانت ليغو سيئو السي ولذلك القضية المهمة الكثير من يعتقد بأنهم بعثية ودواعش وما شابه ذلك هذا الحقيقة باعتقادي أمر مفحط لأنه زعيم المرجع الأعلى زعيم المرجعية وصف خلال خطب الشيخ الكربلاء والسيد الصافي المعتمد المرجعية في كربلاء وصف التشرينيين بالأعبة أولا ثانيا وصف قتلاهم بالشهداء فإذا من غير المعقول أن يكون السيد السيستاني زعيم المرجعية الأعلى يصف التشرينيين أو يمتدع البعثية لذلك هناك نعم يعني تشرين غير مخترقة سيد محمد علي اسمح لي أن أتقل الآن إلى تشرين عفوا بين كلامك تشرين تظاهرات حق لكنها مع كل الأسف اخترقت أولا من أزلام الأعزاب ثانيا من البعثية ثالثا من أزلام السفارات رابعا كانت تدخلات تقليمية ودولية